قطاع تام للتيار الكهربائي في مدن وسط العراق وجنوبه دفع الأهالي للتظاهر والاحتجاج في إغضون الأيام الثلاثة الماضية تزامناً مع موجة ارتفاع معدلات حرارة الصيف التي تشهدها عموم البلاد سيما في محافظة البصرة المعروفة بمعدلات الحرارة والرطوبة المرتفعة لماذا معدلات كهرباء؟ لماذا يأذون؟ قالوا سنجب عشر تالاف كهرباء لا يوجد لها العناتها لا يوجد كهرباء لا يوجد ماء كلها موجود لكن هذه تحريب للشعب العراقي يريدون أن نقوم نسوي ثورة خروج منظومة الطاقة الكهربائية عن الخدمة في محافظات ذيقار والبصرة وميسان وواسطة وانفصال خطوط الضغط أرجعه مختصون إلى زيادة الأحمال ودرجات الحرارة المرتفعة في وقت أكدت فيه شركة نقل الطاقة في المنطقة الجنوبية استنفار فرقها الفنية لاستعادة الخطوط والوحدات التوليدية والناقلة التي انفصلت عن الخدمة بالمنطقة الجنوبية معدل إنتاجنا بحدود 6300 ميجاوات البصرة معدل إنتاجها بحدود 4300 ميجاوات انخفاض بالفولتيات رطوبها وصلت لمراحل عالية درجات الحرارة 53 و54 فجاي السبب عندنا مشاكل احنا يعني جاي كوادر نكيلها مثل ما جاي يشوفون الليل بالنهار متواصلة هاي لثلاثة يام في سبيل أنه نعيد استقرار المنظومة الكهربائية أعضاء في مجلس النواب العراقي يستعدون لعقد جلسة استثنائية طارئة بعد أن استحصلوا موافقة أكثر من 175 نائبا من مختلف القوى السياسية بغية إيجاد حلول سريعة لأزمة انقطاع التيار الكهربائية في المحافظات الوسطى والجنوبية من خلال هذه المعطيات وما جرى من نقص حاد في تجهيز الطاقة الكهربائية ذهبنا نحن نواب محافظة البصرة وبدأنا بجمع التواقع اليوم وصل لدينا العدد 175 نائبا قد وقعوا في عقد جلسة استثنائية من قبل مجلس النواب العراقي من يدير وزارة الكهرباء صراحة هو ليس من ذوي الاختصاصات ورجل خريج حاصل على شهادة اختصاص في مجال الأسمنة النيتروجينية وهذا ليس له علاقة في قطاع الكهرباء مما يشكل خطرا كبيرا على قطاع الكهرباء ويطمح العراق من خلال مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج لسد جزء من حاجته المحلية من الطاقة الكهربائية بعد أن كان يعتمد على إيران كمورد وحيد للطاقة خلال السنوات الماضية ويمثل ملف طاقة الكهربائية أحد أبرز التحديات الخدمية رغم أنفاق الحكومات المتعاقبة أكثر من 80 مليار دولار على هذا القطاع دون حلول واقعية نجح العابد الحراء محافظة البصرة محافظة البصرة